اشتركوا في القناة والدور احداث اللعبة في عالم خيالي هزلي حيث ان كل من الميج الوريور الالف والدورف انسرقت معداتهم وصاروا غير قادرين على انهم يقومون بالمهمة المطلوبة منهم فحطوا خطة على اساس انهم يسرقون المجمع التجاري المسمى بماجيك ميز ماجيك ميز هي لعبة عامية جماعية تلعب في وقت محدد خلالها لازم يقوم اللعبين بتحريك الشخصيات حسب الادوار او الاكشنات الموزع عليهم بشكل عشوائي راح نقوم بتوزيع هذه التايلز على كل لعب واللي تحدد المهمة او الاكشن عند كل لعب والهدف عندنا باللعبة ان يقوم اللعبين بتحريك الشخصيات واستكشاف المجمع لحد ما يلاقون المعدات المطلوبة منهم وعندنا هذا التايل راح يبين لنا المعدات الموجودة وكل شخصية اي معدة تحتاج طبعا هذا رازم يسير قبل ما ينتهي الوقت المحدد عندنا مع وجود بعض الشروط مثل ان الكلام او الاشارة ممنوعة بين اللعبين الا في وقت معين راح نشرحها لاحقا او عند استخدام هذه القطعة وهذه تكون باننا ياخذها واحد من اللعبين ووضعها امام اللعب المطلوب للتنبيه عليه ان في عنده عمل لازم يقوم فيه والحين نقوم بشرح الاكشنات اول شي نسوي نتأكد ان الاكشن تايلز هذي اللي محتوطة عند اللعبين تواجه نفس الاتجاه اللي موجود على التايل الرئيسي هذا عندنا بهذا الشكل بحيث ان كلهم يشيرون الى النورث اللي هو الشمال يكون في هذا الاتجاه بهذا الشكل الآن كل اللعب بناء على الاكشن تايل اللي امامه يقدر يحرك اي من الشخصيات هذه بالاتجاه المحدد مثلا هذا ورح يقدر يحرك الشخصيات الى اليمين هذا يقدر يحركهم الى اليسار هذا ممكن يحركهم الى الاسفل وهذا ممكن يحركهم الى العلل بالاضافة راح نشوف بعض التايلز عليها اكشنات اضافية نفس ما احنا شايفين هذا الأكشن اللي هو أكشن البورتل هذا اللي هو درجة متحرك وهذا الاستكشاف وراح نشرحها لاحقا والآن نبدأ بأكشن حركة لو قلنا أن اللعب هذا يبي يستخدم الأكشن الخاص فيه اللي هو تحريك إلى أعلى يبي يحرك الماج ما رح يقدر يحرك الماج لأن الدورف مسكر عليه فلازم أحد من اللعبين أو هو نفسه يحرك الشخصية اللي مسكر عليه بعدين رح يقدر يحرك الماج بالاتجاه اللي يبي نزعنا حين شنو الهدف عندنا من تحريك الشخصيات مثل ما قلنا أننا نبي نحرك الشخصيات بحيث أنهم يستكشفون المجمع ويدورون ويلاغون المعدات اللي يبونهم وراح نشوف على كل تاي اللي يطلع لنا ظهور بعض علامات لاستكشاف هذه واللي تكون ملونة بألوان الشخصيات وهذا علشان يبين لنا كل شخصية وين المنطقة اللي تقدر تستكشفها مثلا عندنا الماج يقدر يستكشف هذا المكان عندنا الوريور ممكن يستكشف هذا المكان الالف ممكن هذا المكان والدورف هذا المكان الحين علشان يقوم الماج باستكشاف هذه المنطقة نحتاج من هذا اللاعب أن يحرك لنا الماج إلى هذا المربع بعدها رح يقوم اللاعب اللي عنده أكشن لاستكشاف اللي هو هذا اللاعب بسحب واحدة من التايلز اللي تم تجهيزها مع عملية الستوب حسب السيناريو المطلوب يسحب أول تايل عنده ويحطه بهذا الشكل بحيث أن السهم اللي موجود على التايل الجديد يكون مواجه للبوابة أو منطقة الاستكشاف اللي حاول الشخصية أنه يتحرك خلالها الحين راح يقدر هذا اللاعب بإتمام حركته بتحريك الميت إلى التايل الجديد وراح يضطر أنه يوقف لأنه لا يقدر ينزله من على السلم المتحرك والحين مطلوب من اللاعب اللي عنده أكشن السلم المتحرك أنه ياخذ الميت وينزله بهذا الشكل بعدها راح يستمر اللاعب بحيث يقدر يقوم هذا اللاعب بإنه يحرك الميت بهذا الاتجاه نفس الشيء إذا نريد نستكشف هذه المنطقة يجب أن يقوم هذا اللاعب بتحريك الميت إلى هذا الاتجاه بعدها راح يقوم اللاعب اللي عنده علامة الاستكشاف بسحب تايل الجديد وضعه في هذا المنطقة الحسن حضنا يوم كشفنا هذا التايل واللي تم تجهيزه بشكل عشوائي مع هذه المجموعة حسب السيناريو لقينا واحدة من المعدات المطلوبة لأحد الشخصيات اللي هو الادووف الحين يقدر اللاعبين يقومون بتحريك هذه الشخصية بحيث يوصلونها عند المعدة المطلوبة فمثلاً راح يقوم هذا اللاعب بتحريك الشخصية إلى هذا المكان ثم يقوم هذا اللاعب بتحريك الشخصية لهذا المكان بعدها راح نحتاج لأبلتي عند هذا اللاعب علشان ينزل الشخصية على السلم المتحرك بعدها يقوم هذا اللاعب بتحريك الشخصية إلى هذا الاتجاه وأخيراً يقوم هذا اللاعب بتحريكه إلى هذا الاتجاه وهني لازم ننتبه الشغلة بمجرد ما إن الشخصية توصل للمعدة المطلوبة راح نفقد القدرة إنه نتحكم فيه وراح يظل موجود على هذه المنطقة لحد ما كل من الشخصيات الثانية تلاقي المعدة المطلوبة عندها في هذا الحال إذا بغينا نستكشف منطقة باللون البرتقالي اللي هو خاص بالشخصية اللي لقيت المعدة ما راح نقدر نحركه راح نضطر إنه نستخدم الشخصيات الثانية ونتجاوز المناطق الخاصة بهذه الشخصية طبعاً هذه الأحداث راح تصير ومثل ما بينا إنه الكلام والإشارة ممنوعة بين اللعبين فلازم يكون هناك اتفاق بين اللعبين زين أثناء اللعب لو صار عندنا واحد من الشخصيات موجود على أكشن ممكن يسويه ولكن صاحب الأكشن مو منتبه مثل ما إحنا شايفين هنا عندنا الميج يقدر يستكشف هذه المنطقة ولكن اللاعب اللي عنده الاستكشاف مو منتبه شلون نقدر نبه والطريقة المسموح فيها من اللعبة علشان ننبه اللاعب اللي غافل عن الأكشن المطلوب بإنه يقوم أي من اللعبين الثانيين باستخدام هذه القطعة الميبل ونحطها عند اللاعب المطلوب من عمل الأكشن اللي هو غافل عنه في هذه الحالة اللاعب هذا راح يبدأ يبحث يشوف شن الشغلات الممكن يسويها وما حد يقدر يسويها غيره واللاعبين الثانية محتاجين إنه يسويها فانتبه إنه هذا الميج يقدر يسوي هذا الأكشن اللي راح يسوي راح يسحب التايل اللي بعده ونفس الشي راح يحطه في هذا المكان بحيث إنه السهم يكون مواجه للبوابة اللي تم استكشافها الحين عندنا أكشن البورتل هذا شلون نستخدمه؟ صاحب التايل هذا ممكن ياخد أي من الشخصيات غير الشخصية اللي واقفة على المعدة مالتها ويقوم بتحريكه بشكل مباشر من أي مكان موجود فيه إلى واحدة من البورتلز اللي بلونه ممكن يبقى بهذا المكان أو على طول لهذا المكان فممكن يحرك مثلا الشخصية هذه اللي هي الميج إلى هذا المكان على طول فبالتالي راح يختصر عملية إنك تحركه إلى هذا الاتجاه ثم إلى هذا الاتجاه نفس الشي مع الوريور هذا لقاينا المعدة مالتها يقدر يقوم صاحب هذا الأكشن اللي هو البورتل بإنه يحركه على طول لهذا الاتجاه فرح يختصر علينا عملية تحريكه إلى هذا المعدة المطلوبة بعدين راح يقوم نفسه بتحريكه إلى هذا الاتجاه ثم يقوم هذا اللاعب بتحريكه إلى هذا الاتجاه آخر شيء هذا اللاعب ممكن يحركه إلى هذا الاتجاه ويكون لقاء المعدة المطلوبة منه والحين بنشرح الفايدة من علامة الساعة الرملية هذه احنا قلنا أن المطلوب أن اللاعبين يحركون شخصيات بحيث انهم يلاقون المعدات المطلوة منهم ويهربون من المجمع قبل انتهاء الوقت والوقت عندنا محدد بهذه الساعة الرملية هذه العلامة تعطينا مجال اننا نقلب الساعة الرملية مجرد ما اننا واحدة من الشخصيات توقف عليها مثلا لو قمنا بتحريك هذه الشخصية بهذا الاتجاه وبعدين حركناها الى هذا المكان على طول راح نقلب الساعة الرملية بهذا الشكل ويبدأ عندنا الوقت من جديد هذه العملية راح نقدر نسويها خلال كل سيناريو ثلاث مرات بالكثير بعدها مجرد ما نستخدمها راح نحط علامة الـ X علشان تبين لنا انه ما راح نقدر نستخدم هذه العلامة مرة ثانية ولكن راح تطلع لنا في اماكن ثانية ممكن اننا نستخدمها مجرد ما نقلب الساعة الرملية اللعبة تسمح لنا اننا نوقف الاكشنات ونبدأ نتناقش شنو نبنسوي الحين ممكن نتكلم ونقول مثلا نبن نديب اللعب هذا في هذا المكان نستكشف الأمور هذه مجرد ما يقوم لاعب بتحريك مثلا اذا قلنا هذا اللعب راح يحرك الميج بهذا الشكل راح يمنع الكلام ونبدأ نكمل اللعب والحين كملنا اللعب وتم استكشاف جميع التايلز اللي تم ترتيبها حسب متطلبات السيناريو الأول راح نلاقي نفسنا لقينا كل المعدات اللي موجودة الباقي اننا نحرك الشخصيات الى المعدات المطلوبة منها فمثلا هذا الميج مطلوب منه اننا نحركه في هذا الشكل لحد ما يوصل الى المعدة المطلوبة منه نفس الشيء مع هذا الأخضر طبعا هذا في هذا المكان بعيد ممكن نستخدم الابلتي اللي عند هذا اللاعب بلنا نحركه لهذا المكان ثم نستكمل حركته حسب الاكشنات المسموح لنا القيام فيها بحيث اننا نوصله الى المعدة المطلوب منه مجرد ما توصل كل شخصية الى المعدة المطلوبة منه راح يقوم اللاعب اللي عنده اكشن البورتل بقلب هذا التايل وهذا يبين لنا اننا فقدنا هذه الخاصية ما راح نقدر نستخدم اكشن البورتل بعدها راح نقدر انحرك الشخصيات مرة ثانية مثل ما قلت مجرد ما توصل الشخصية الى المعدة اللي تبيها ما راح نقدر حركه لين كل الشخصيات توصل الى معداتهم الحين نبدأ انحرك الشخصيات ونخليهم يهربون من المجمع المتطلب عندنا في السيناريو الاول اننا نحرك الشخصيات كلهم بحيث انهم يخرجون من هذا المخرج طبعا هذا يكون قبل انتهاء اللي هو التايمر هذا عندنا الحين راح نبدأ انحرك كل واحد اللاعب على حسب الاكشن المسموح لها فيه اننا نحرك الشخصيات ونجيبها في هذا المكان نطلعها بره اللاعب اذا قدرنا نطلع كل الشخصيات من هذا المخرج يكون فزنا بالسيناريو الاول والحين بشكل عام راح اشرح لكم طريقة الستاب لكل سيناريو وقلنا ان اللعبة تحتوي على سبع سيناريوز لو شفنا السيناريو الاول مكتوب عندنا باننا نقوم بعملية شفل التايلز اللي هما اثنين الى تسعة واضيف التايل اللي هو واحد ايه الى منطقة اللاعب عندنا هذا التايل واحد ايه حطيناه في منطقة اللاعب احي راح اخذ التايلز من اثنين الى تسعة وراح الاقي ارقام التايلز موجودة في هذا المكان من كل تايلز راح اسويهم خلط وحطهم عندي في منطقة اللعب بهذا الشكل وراح اقوم باللعب حسب ما تم شرحه مسبقا مثل ما بينا بطريقة اللعب مجرد ما ان الشخصيات تلاقي المعدات المطلوبة منهم نبي انطلعهم كلهم من هذا المخرج هذا هو المتطلب في السيناريو الاول بالنسبة للمتطلب في السيناريو الثاني انه بمجرد ما يلاقي كل شخصية المعدة المطلوبة منه راح يتوجه الى المخرج اللي خاص فيه فمثلا الدورف بالله يتحرك الى المخرج البرتقالي الميد الى المخرج البنفسجي الوريور الى المخرج الاصفر والالف الى المخرج الاخضر عندنا بالنسبة للسيناريو الثالث عندنا نفس المتطلبات في السيناريو الثاني ولكن زيادة عليها أنه كل مرة نقلوا بالتايمر راح يقوم اللعبين بتغيير الأكشنات عندهم حسب عقارب الزهاء بحيث أنه كل لعب يعطي الأكشن الخاص فيه إلى اللاعب اللي على يمينه بهذا الشكل وبالتالي تغيرت الأدوار عندنا بالنسبة للإضافة في السيناور الرابع راح أقوم بإضافة التايز رقم 13 و 14 وهني راح نشوف في بوابات جديدة ما راح يقدر يمر من خلالها إلا الدورف الدورف الوحيد اللي ممكن يمر من خلال هذه البوابات عندي أكشن إضافة في السيناور الرابع ممكن يقوم فيه اللعبين واللي هو الألف لما يقوم باستكشاف منطقة بهذا الشكل الحين راح يقدر اللعبين أن يوقفون اللعب ويتناقشون في خطتهم نفس ما نسوي معه السان تايمر كل مرة نقلبه نوقف اللعب ونتناقش في خطتنا مجرد ما نبدأ بالحركة راح نوقف الكلام ونستكمل اللعب بالنسبة للسيناور الخامس يقولي أخذ التايل الرئيسي وحطه على الوجه المكتوب 1B بعدين راح أقوم بخلط كل التايل من رقم 2 إلى 14 وحطه عندي منطقة اللعب بعدين أخذ التايل الرقم 15 وحطه فوق مجموعة السحب عندي بهذا الشكل الحين القانون الإضافي عندي نقول تم استكشاف هذه المنطقة في أي وقت يوقف عندي الميج على هذا البلوران راح يقدر اللعب اللي عنده أكشن للإستكشاف بأنه ياخذ أثنين من التايلز ويكشفهم ويحطهم أي مكان يبيه طبعا باستخدام نفس القانون أنه لازم يكون السهم مواجه للمنطقة اللي أنا أبي أبطلها وبهالتالي ممكن يحطهم جنب بعض أو يحطهم بأماكن مختلفة يقدر يحطهم مباشرة أو يقدر يخليهم عنده طول ما أن الميج موجود في هذا المكان يقدر يحط التايلز بالشكل اللي هو يبيه بالنسبة للسيناريو السادس نفس الشي راح أحط التايلز على السايد اللي هو مكتب عليه 1B بعدين راح أخلق التايلز من 2 إلى 17 وحطهم عندي بمنطقة اللعب هذا راح يضيف عندي تايلين إضافيين راح نشوف على التايلز هذه اللي هي الكاميرا هذه شنو وظيفة الكاميرا هذه نقول أنه أثناء اللعب طلعت عندنا الكاميرتين بهذا الشكل بمجرد أنه تطلع عندي الكاميرتين هذا راح يمنع اللعبين من أنهم يستفيدون من علامة التايمير هذا فاللاعب ما راح يقدر يوقف على هذا المكان أو يستفيد منه وشلون أقدر أوقف هذا الأكشن من أنه يمنعني من استفادة من التايمير بإني أستخدم وهو الوريور مجرد ما يجي على هذا المكان راح يدمر الكاميرا وراح يصير أكشن التايمير مسموح لي أن أستخدمها مرة ثانية ونكمل اللعب حسب القوانين السابقة بالنسبة للإستناريو السابع ما في أي قوانين إضافية إلا أني راح أضيف التايم رقم في منتاع الساعة تعيش على مجموعة التايم اللي راح أخلطها وخطها عندي بمنطقة اللعب وراح ألعب حسب القوانين اللي شرحناها في السابق وبالتالي يكون شرحنا كل القوانين المطلوبة للعبة ماجيك ميز واتمنى لكم لعبة سعيدة